ام هديل في مدة العشرة ايام التي منحت لعائلتها ولعائلات اخرى من قبل الفوج الثالث فرقة ثانية شرطة اتحادية مدة كافية لترك هذا المبنى المهجور الذي تتخذه اكثر من مئة عائلة مسكنا لها العائلات صنعت من القصب وبقايا القماش جدرانا وابواب لمنازل افتراضية فيما اكتفى اخرون بافتراش الارض واستغلال اركان المبنى لاعمال منزلية مختلفة ابو عماد هو الاخر وقف امام كاميرتنا وراح يحدثنا متسائلا عن مصيره ومن معه في حال اخلائهم بالقوة مواطنون كشفوا لنا عن ان القوة التي ابلغتهم بامر الاخلاء لم تتحدث عن بدائل انسانية كاعطائهم مهلة اطول من العشرة ايام التي ستنتهي خلال 47 ساعة القادمة مع تفاقم ازمة السكن التي تمر بها البلاد تقف عائلات عراقية تحت خط الضياع مطالبة بوطن صغير ترعى تحت سخفه امنيات البقاء والعيش الكريم للشرقية نيوز ميناس السيل بغداد